متواصلين معكم ببرنامج حلو الحياة وإلى فقرتنا فقرت المراهقين تحديداً والحاجات النفسية للمراهقين دائماً الدكتور ملهم الحراكي كان معنا في سلسلة عبر الخط الهاتف لكن اليوم منور استوديو حلو الحياة أهلاً وسهلاً فيك دكتور الله يبارك فيك منور بوجودك أهلاً فيك دائماً يعني الناس حتى مبسوطة وعم تستمعوا وتستمتع بنصائحك أبل ما نكمل في الحاجات النفسية للمراهقين بدي أبارك لك يعني كتاب براعي من نار هو للطفل السوري والحرب رؤية نفسية واجتماعية الكتاب صدر جديداً نعم تقريباً نعم هذه السنة يعني مشكورة نصلت لنسخة خاصة يا جماعة اللي بده الكتاب هي موجود الكتاب مشوق جداً خبرتني دكتور أنه هو عم بيحكي عن كل أو بيساعد كل شخص بي يتعامل مع الطفل اللي خارج من الحرب خصوصة في سوريا اللي في الحرب واللي خارج من الحرب مثل؟ يعني ممكن يساعد الأم؟ ممكن يساعد الأم ممكن يساعد الأب ممكن يساعد المعلمين ممكن يساعد أي معالج نفسي أو شخص يتعامل مع هاي الحالة الخاصة جداً اللي هي عقب الصدمات يعني هو في وصف للحالة وفي علاج للحالة تمام نعم في وصف وعلاج العنوان هو يعني ممكن يشير شوي أنه في براعم النار يعني هو الفكرة أنه الأطفال هنا براعم نشأوا في نار الحرب ولكن هذه الأشياء تخلق في الإنسان نار الحماسة يعني يصين عنده حماسة أكثر لمساعدة هؤلاء الفئة صحيح إن شاء الله يعني كثير من الحروب وكثير من الأزمات انتهت بسبب أحياناً قصص أطفال يعني أحياناً فيه كثير أمور ممكن تنتهى أمل أنه يكون الطفل السوري سبب في إنهاء هذه المأساة جميل طب وممكن يلاقوا الكتاب الكتاب موجود في تركيا وله صفحة على الفيسبوك وفي مكتبات موجودة في اسطنبول متوفرة فيها فيهم يتواصلوا مع الصفحة ويشوفوا تمام إذن صفحة براعم النار إن شاء الله فيها كل تفاصيل الوصول للكتاب طيب دكتور إحنا كنا بدأنا بسلسلة عن الحاجات النفسية للمراهقين تحديداً وتحدثنا عن الحب وعن الاحترام خلينا نلخص هيك سريعاً قبل ما ننتقل لباقي الحاجات طبعاً نحن حكينا عن المراهقة سابقاً وخلينا نقول هي ولادة ثانية للإنسان حتى الناس اللي عندهم أطفال مراهقي ما يتفاجأوا من ردة فعل المراهق هي ولادة ثانية بكل ما تحمل الولادة من آلام المخاض يعني فهو الطفل كان سابقاً طفل وهو جزء نفسي من كيان الأسرة الآن هذه النفسية نفسية الطفل راح تصير مراهق فيحصل عملية الانفصال بده يعمل لحاله كيانه الخاص أنه أنا قلي نفس خاصة اللي كياني الخاص إلى آخره فهذه عملية ولادة نفسية خلينا نسميها مثل ما أطلق عليه علماء النفس وهي ولادة نفسية أحياناً بيسموها هيك تسميات شوي قوية البركان أو الثورة أو إلى آخره ولكن ما في داعي لهذه المبالغات منقول أنه هي ولادة نفسية ثانية في ناس بسموها صدمة الولادة الثانية يعني ما في داعي لهذه الأشياء اللي بتخلي أنه كلمة مراهق كلمة مرعبة بالعكس هي مرحلة لكن كيف نقدر نتعامل مع هذه المرحلة صح لحتى يكون النتاج داعها مستقبلاً يعني سليم ومعافاً أنت كنت عم تحكي لي أنه بتسبب أمراض يعني في حال فعلاً مراهقة تم الضغط عليه بهذه المرحلة ممكن سليم عنده العديد الأمراض النفسية والجسدية تماماً يعني للأسف فترة المراهقة على اعتبار أنها فترة يعني نمو جسدي ونمو نفسي ثورة يعني في النمو يعني أحياناً كثرة الضغط أو المشاكل ممكن في هذا العمر عندنا بين الخمسة وعشرين نعم نقول نهايات المراهقة في ناس بقول الثمانطعاش في ناس بقول عشرين وواحد وعشرين نظريات كثير عملي بس إجمالاً بدء النضج النفسي عند الإنسان يبدأ إنسان ينضج يبدأ بالنضج من عمر ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين ما يزعلوا مننا الشباب بهذا العمر ثلاثة وعشرين بعد انتهاء مرحلة الجامعة هي فعلاً مرحلة الجامعة بداية النضج سقل الشخصي بداية النضج يبدأ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يعني فأنا هلأ يعني على نهايات فهذه الفترة فترة كثير حساسة مع بداية دخول المتوسط المرحلة الإعدادية أو المتوسطة المرحلة الثانوية هي مراحل حساسة جداً جداً في حياة الإنسان ممكن يصير فيه أمراض نفسية لا سمح الله تقلب حياة الإنسان وحياة الأسرة رأساً على عقب يعني منكون وين عم نفكر بالجامعة والتخصص منصير منفكر كيف بدنا نعالج هذا الشب أو كيف نتعامل معه اللي احنا عم نحكي قبل سنة وثلاثة وعشرين تمام أما بداية المراهقة تبدأ رهاصات المراهقة تقريباً المراهقة الأولى من عمر 11, 12, 13 هي اسمها المراهقة الأولى 13, 14, 15 بسموها المراهقة المتوسطة 16, 17, 18 بسموها المراهقة المتأخرة بعدين بقى بتبدأ بدايات الرشد عند الإنسان اللي هي السنين النضج ناس بتقول بعد 18 ناس بتقول بعد 25 طيب الإساءة للإنسان مؤثرة جداً في الطفولة خاصة مرحلة الطفولة كتير كتير مؤثرة في دراسة يعني صادمة يعني اللي هو من فترة ممكن أنا أنشره إن شاء الله تعالى في القريب العاجل بس تحتاج إلى ترجمة نسبة الأمراض النفسية مو بس النفسية الأمراض الجسدية تضاعف في حالات الإساءة يعني اللي عنده ربو اللي عنده مثلاً استعمال للتدخين اللي عنده روماتيزم اللي عنده كذا بيكون نسبتهم أضعاف مضاعفة للناس اللي يتعرضوا بطفولتهم لحالات الإساءة الإساءة لا تكون بس بالضرب يعني الضرب هو أقل الإساءة تكون بالألفاظ تكون بالحرمان العاطفي بالإهمال هاي كلها لشكل إساءة حيث نحكي عدم إشباع الحاجات النفسية هي إساءة هذا المراهق طيب قبل ما ندخل بالحاجات النفسية معلش ناخد اتصال من عمر فضل يا عمر والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم مثلاً أنا بيسن مراعق من عمر أسل مثلاً نعم كان وقالدي مثلاً إذا كنت عمل الزم يسألني مثلاً أنت عمل هالشغل يا عمر قالوا إيه مثلاً لما نقول إيه مثلاً قاتل أصلي عم هون صرت أضطر أجزب صرت ألائح حالي أنفض مثلاً أجزب لي كذب ومشي يعني خلاص أنفض من الأصلي مثلاً عم ذيك يعني ذيك يعني ذيك يعني تمام تمام يا عمر أنه فعلاً يعني كان الصدق ليس من جاه عند عمر الفعمر 14 سنة وهو الأب اللي خلى يوصل لهذه المرحلة شكراً عمر على اتصالك ومشاركتك إحنا رح نجح نفتح أرقام هواتفنا لكن لأي سؤال بمرحلة المراهقة 035-02-345-16 دكتور حكينا عن الحب الحاجة للحب والحاجة للإحترام شو أهمية الحاجتين؟ مهمين جداً لما نقول دائماً بذكر لما نقول الحاجة للحب غير المشروط هذا ليس كلام رومانسي الإشباع الحاجات النفسية هي أحد طرق العلاج النفسي المثبت علمياً بفعاليتها في علاج كثير من الحالات يعني لما بيجي أب أو أم طفلي عنيد طفلي كذا طفلي كذا من أول مراهق ما عبي سماعني عبي استعمل الأجهزة كثير ما عبي رد علي ما عبي درس أول شيء كيف علاقتك أنتوا إياه هل في إشباع هل في إشباع للعلاقة اللي بيناتكم هل في يعني في حب في احترام نلتفت لهذه الحاجات إذا ما كانت الحاجات هذه مؤمنة بشكل جيد هذا الشيء كثير بيأثر على المشاكل السلوكية عند هذا المراهق نعم يعني إحنا ممكن عشان الوقت الاحترام والحب هم موجودين عبر اليوتيوب مرفوعين للدكتور فيهم تفاصيل كيف نشبع الحب وفي حال لم يتم إشباعه شو العواقب اللي يحتظر على المراهق طيب حكينا الحب الاحترام التقدير المتعة والترويح والحرية هي حاجات الخمسة اللي يحتاجها المراهق خلينا ننتقل إلى التقدير التقدير لقدرات هذا الطفل أول شيء لكلامه مثلا ببساطة شديد لما يحكي معك لازم تنتبه له هذه أبسط حاجات التقدير أنه يقدم لك رأي يقدم لك قصة لازم تعطيل الالتفات أو الاهتمام نعم إذن التقدير لما يقوله والتقدير لما يفعله يعني شغلتين أساسيات لما يقوله قال شيء قال رأي معين مثلا طرح عليك شيء أنت في ناس عنيفين بالرد على الأطفال وبتحصل يعني من البيت من شغله إلى آخره فهم بهيك حالات يعني اعتذر ببساطة شديدة مثل ما بتعتذر من صديقك أو أبوك أو أختك أو كذا قدم قال له يا ابني أنا آسف ما لازم أنا أقول لك هيك تمام وهذا عادي فما أنك تغلط وتقول لا أنا أب أو أنا أم ما لازم أعتذر تمام إذن التقدير لما يقوله المراهق تمام حتى لو شفت رأي وليما يفعله مثلا عمل لك موديل شعر معين أنا دائما مؤكد على شغلات شعر لأنه هني شغلتهم اللبس ويكشاخ ويضبط بتستفز الأهل أحيانا في هذا هو يريد منك التقدير أو تريد منك التقدير البنت تمام فإذا قلت شو هالمنظر طالع مثل الأهبل طالع عفوا مثلا من هذا الكلام هذا الشي طبعا أنت ألغيت حاجة التقدير فلما بيشعر هذا الإنسان المراهق أنه أنا عند أسرتي عند البابا والماما غير مقدر يعني ما عبي قدروا تصرفاتي نحن ما عمنوا عن الشغلات المحرمة أو الغلط نحن عمنوا عن الشغلات يعني ضمن المباح ضمن المتاح إذا وجدوا حاجة عدم التقدير فرح يتجه نحو بالانتماء هاي مصيبة كبيرة أنه يصير الطفل أو المراهق ينتمي إلى ناس آخرين بده حدا يقدره بده حدا بده حدا ينتمي بده شاب الشارع يقدم تقدير انتماله بده إنسان آخر معلم فيئة أخرى فبيصير بينتبه لهذا الموضوع فإذا التقدير حاجة كتير مهمة طيب دكتور أنت بأنك جبت يعني مثلا مثال الشعر في حال أهل فعلا مو عاجبهم وما بدهم يعيكون هيك كيف ممكن كيف ممكن تكون ردة فعلهم يعني منقل له والله موديل شعرك مثلا طريف طالع فيه مثلا يعني هيك شوي شكلك غريب انت حابه بيقل لك ايه قل له والله حلو خلص مدام انت حابه أنا حبيه يمشو يعني الأهل يمشو إذا ما فيه شي يعني ما تدخل في الآراء اللي هي فيها احتمالات آراء فقهية مثلا أو كزا يعني ما تدخل ابنك بشي أنه ناس بتقول حرام ناس بتقول مكروه ناس بتقول مكروه أخي يخليك على إذا شيء ما هو واضح الحرمة ما في داعي لتعمل مصيبة أحيانا يعني حتى ممكن يعملها شهر شهرين ومش بسقصة حرام حالة صوت الناس هو تحكي عنا هو بعدين شو حيصير حتى صحبته ممكن تأثر عليه بمأنه شكله هيك فبكون أكيد مصاحب بشلة مثلا المختلفة ممكن يحب يجرب التربية المهم أنك تفهم الدافع من هذا التصور هو ليش هيك ساوا هل هو حيك حابب يجرب إذا لك حابب يجرب خلاص غض النظر لا يدعي للتجاهل جيد بالضبط هو التغافل يعني بقوله 90% من التربية تغافل تماما لا ما بتوقع مش 90% لا ما لهالدرجة بس هو جزء مهم جدا جزء مهم إذا شيء يعني ماهو داخل ضمن صلاحياتك نحنا كمان صلاحيات نحطة مع الأبناء محدودة في حرية يعني هلأ بنا نحكي عن حرية فما ندخل فيها فزلا رسم شيء كتب شيء يعني ممكن يكون سخيف أنت تعدو أو اخترع شيء ممكن تعدو أنت تافه أنت ككبير حاول تفهمه وتستمع له وتقدر هذا الشيء وممكن تخليه عندك في البيت وتعرضوا على أصدقائك وتقول له خليني شوفه فأنا ما بفهم بهذه الشغلة خليني أسأل رفقاتي بجوز بيعرفوا أكثر إذن إبداء حاجة التقدير عند الأطفال أو حتى عند المراهقين موضوع الاندهاش مهم يعني أوه واو مثلا إذا هيك شفت ردة الفعل عامل هيك شعرك واو حلوة إلى المراهقين ليش أنت عايب تعمل هيك هل أنت عايب تنافق لأبنك هل أنت مطلوب منك النفاق للأبن لا ما هي قضية نفاق قضية خاطب الناس على قدر عقولهم هل هيك بيحبوا أنت شوفهم مع بعضهم يعني شلون لما بيعدوا مع بعضهم شلون هيك فيه اندهاش واو بيتضحكوا لبعضهم حتى ببساطة شديدة من التقدير أن تبتسم في وجه المراهق الابتسامة جميل بيقولوا في بعض يعني أخصائي نفسين بيقولوا أنه ليش بعض المراهقين يمين لبعض مثلا للفنانين أو لعبين كرة القدم أو الآخري يقول أنه أجمع الجميع يعني في دراسة يعلم بعض المراهقين أنه أجمع الجميع على محبة أحد الشخصيات لأنه دائم الابتسام وهي شغلة كثير مهمة الوحد يبتسم فذكر نفسك أنت داخل على البيت ابتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة فما بالك في وجه ابنك أكيد صدقة وأجروا تربيا جميل أنت ذكر دكتور في حال لم يتم إشباع التقدير سيكون هناك اتجاه لشخص خارج المنزل حاجة الانتماء بيعود ما بيقلدك ما بينتمي لك إلى آخر طيب الحاجة الثالثة هي المتعة والترويح نعم ممكن هاي كثير أهل بقولوا بكفي متعة يعني مليانة متعة بحياتهم المتعة مو أنك مثلا تاخدوا على مدينة الألعاب أو تجبلوا لعبة حلوة ما هي كأنا أصدي بالمتعة أنه يستمتع معك وتستمتع معه وهاي يعني أنت عايب تحقق غاية الخلق يعني ليش الله سبحانه وتعالى خلقنا الأبناء المال والبنونة زينت الحياة الدنيا نعم من الغايات المهمة أنه نستمتع بهذه النعمة شغلة حلوة كتير الله بعث الأطفال للصغار من أجمل ما يكون لعمرهم سنة والسنتين والثلاثة والأربعة ولا حتى لعمره 15 سنة نعمة من نعم الإنسان أن يكون هو أب أو أم فحاول أنك تستمتع فيها شنون تستمتع فيها؟ أنك أنت نفسك تستمتع تنقي أنشطة مثلا الأب اللي بيحب الطبخ يطبخ مع أولاده الأب اللي بيحب الرياضة يطلع رياضة مع أولاده الأب اللي مثلا بيحب نشاطات معينة ألعاب معينة يعمل هذه نشاطات مع أبنائه يعني حاول إيجاد نشاط مسترك إذا حس الطفل أنك أنت نفسك مستمتع والله يمكن ما عاد يأثر عليه شيء في كتير ناس أنا بيسألوني نحن والله عايشين برا في ألمانيا في أوروبا في أمريكا وما نعرفاني كيف نضبط هذا الأبن نخليه نفسه على قيمنا المتعة ببساطة شديدة صراحة يعني في كتير يعني في كتير أسر ضاعت من وراء أنه الأبن يا أخي بحس البابا دائما مهموم ومو عايش معنا ومتدايق دائما وما أنا مبسوطي معهم بيسألوا للأب إيه ما تآخر مرة استمتعت مع الأبناء طلع هيك بيلي فش وقت للمتعة ما في وقت للمتعة إذن عملية المتعة بتربط الأبن بتخليه فكر دائما أنا ليش لحتى روح لهادول الرفقات أو هدول الجماعات أو إلى آخر أنا مع البابا مبسوط أو مع الماما مبسوط لازم نحاول نستمتع مع أبناء لأنه الله سبحانه وتعالى خلقهم حتى زينة للبيت ولازم نستمتع فيه حلو طيب في حال فعلا الأهل ما كان عندهم يعني أو ما أشبعوا حاجة الترويح عند الأبن نفس الشيء بنهز موضوع الانتماء بن الكآبة أجواء الكآبة العلاقات الأسرية الباردة الأسرة هيك يعني يعني بس بدي أخلص منهم يعني بس بدي سافر وكثير أهل هيك وكثير أبناء هيك يعني طفشان ما بيرجع الولد للساعة أحيانا تسعة الصباح أو أحيانا خمسة الفجر أو أحيانا يعني المهم بيتأخر عن البيت أنه البيت ممل بارد يعني ما بدي بها فيه طيب يمكن للحاجة الأهم أنت بحكيتلي اللي هي الحرية أيها اللي كثير من الأبناء بيتمنوا أنهم يطلعوا من هالقفص اللي حبسينه فيهم الأم والأب وبيتمنوا أنهم فعلا يوصلوا لمرحلة وينطلقوا ويعيشوا حياتهم ويكون حلمهم أنهم يطلعوا وراء البيت نعم كيف ممكن نشبه حاجة الحرية والله هاي موضوع كتير دقيق والبعض بيفهموا الحرية هو التساهل وبعض بيفهموا أنه لا شو حرية ما حرية ما ناقصناه خاصة بعد اللي بعد الحرية موجودة لا صراحة الحرية إذا قدمت وفق ضوابط شغلتين وهي شيء دقيق جدا وفق ضوابط الواقع والمنطق الواقع والمنطق يعني كيف سنن الحياة كيف الدنيا ماشية الواقع والمنطق أنت عابت تقدم أحسن شيء لهذا الإنسان أنت عابت تربيه تربية صحيحة التربية من رب العالمين رب العالمين يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أعطانا الحرية بأخطر قضية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ما بيسامح فيها الشرك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن عليك أن تعلم أنه في جنة وفي نار فأنت لما تسلك هذا الطريق اللي هو طريق إعطاء الحرية مع إعطاء الضوابط مع اتفاق واضح وبتخلي الإنسان يجرب طبعا إذا شغله ما يخطيره تخليه يجرب أنت الآن تقدم تربية على أعلى وأرقى مستوى لهذا الإنسان أنت عاب تخليه من عمره سنتين وأربع سنوات وخمس سنوات يختبر الواقع يا ابني الدنيا هيك ماشي إذا مشيت بهذا الطريق فيه خطر إذا مشيك في هذا الطريق فيه خير فأنت جرب وشوف الفكرة أني أحط الخيارات أمام ابني حتى في مرحلة صغيرة أنا أكون مشرفة على هذه الخيارات لكن يكون فيه خيارات هو يختارها ليس أنا اللي أوجه أو أنا اللي أعطي مباشرة الخيار طب كثير هنا ناس وأهل اللي بيحكوا أنا متى أعطي الحرية ومتى ما أعطي يعني إيش في الضوابط اللي لا هنا ما تعطي حرية أنه هو ماسك الدنيا قدام الولد أنه أنا أبوه طيب شو يعني أو أنا أمه إذا صلي شي شو بدي يصل له ما بيصل لهم شي أنت إنسان إليك مهماتك الأساسية تجاه الأبناء كأب أو كأم وإلك مسؤولياتك وإلك منطقة ما لازم تقرب عليها تجاه الأبناء إيش هي هي منطقة يعني في عندك بيقولوا في التربية في عندنا نسبة تقريبا 5-3% نعم هاي منطقة خطيرة منطقة القانون هاي أنت قصبل عنه الطفل بدي يطيعك فيها لأنه فيه خطر من بعد يعني مثلا بدي يفتح باب السيارة عمره 18 سنة بدي يسوق سيارة نعم هاي شغلات ما فيها مزح الخطر اللي هو خطر على الحياة عمره 9 سنوات بابا بدي آيباد أو بدي جهاز جوال زكي ومفتوح النت ما فيه هذا موضوع خطر يعني ما تقل لي والله لك أولاد عمه ورفقاته هذا موضوع خطر جدا إدمان الإنترنت بلاوي زرقه وراء يعني أنا أكون حازمة بهاي الأمور بدكون هذه أمور حازمة منطقة سيطرتك هذه كأب أو كأم أما الأشياء الثانية هي ما يمنطقة سيطرتك مثلا بدون مثلا بنطلون لونه أزرق بنطلون لونه أبيض ما فيه مشكلة مثلا نرجع لمثال الشعر بدون يعمل شعره لفوق مثلا بدون يطول شعره هذا دارش هلا أوكي يعني ما هو منطقة سيطرتك هذه خلاص هو حر بيشكله بمكن تقول له ترى هذا الموديل ممكن الناس تطلع فيه ويتمسخروا عليك تتحمل هذا الشيء بالشارع بيقول لك هاي بتحمل خلاص هو حر إذن الحرية بتشوف وين أنت نسبة مسؤوليتك وين الخطر وين القانون بتبدأ من موضوع الطعام اللي كثير من السيدات يعني بيبدأوا بيحاصر الطفل فيه أنه أكل وما أكل وسمين وعبي يسمن ونحيف وما نحيف بس ضوط هلأ هاي إشكالية دكتور يعني أنت يمكن حطتنا على نقطة كتير كتير من الأمهات أنا بسمعها منها أنه إذا ابني ما بده يأكل وأنا فعليا عارف أنه رح يوصل لمرحلة اللي متنسرة معه فقر دم فأنا رح أنبلي فيه مثل ما بيحكوا رح أظلي بالأدوية والمراجعات والدكاتر هنا كيف ممكن نسيطر على هذا الشيء نعطيه حرية بنفس الوقت نحافظ عليه أكيد دائما الحرية مطلوبة بتقول له فيه وجبات للطعام فيه فطور وغدا وعشا وإلى آخره فيه وقت للطعام في حال أنت أكلت أهلا وسهلا ننبسط معا في حال أنت ما أكلت عليك تدبر حالك ما بحرمه من الأكل يقول له دبر حالك بتفتح البراد وبتأكل بس ما تتوقع عادة بروح بقلي بورقن مسلم مو مفيد بيعمل شغلة الأم زكية بتعرف كيف تخبي هاي الشغلات بيفتح البراد بتقول له والله كان فيه بيتزا وخلصت أو كان فيه أكلة طيبة وخلصت أنت ما جيت بيقول لا طيب كنت عاي بلعب إيقلنا لك وانت ما جيت تمام من هو صغير بيتعلم أنه فيه حرية وعليه أن يتحمل مسؤولية تجاه هذه الحرية اللي إذا أخذها موضوع الأكل مثلا فإذا مثلا كان عنده حالة خطيرة جدا مثلا فقر دم ما هي حالة خطيرة خلينا نقول حالة أخطر من هيك وبعض الأبناء ما عنده مشكلة ممكن نظلوا ساعات وأيام ومكين منقل له شوف إذا ما بدك تاكل كمان أنت حر بس أنت لازم تسمح لنا كل أسبوع من أن أخذك على المستوصف الدكتور يسحب منك دم ويراقب لك الكريات الدم والخضابة إلى آخره أنت جاهز أنك كل أسبوع تاكل لك أبري طبعا بيقول لا فنحن رح نساوي هيك أو رح ناخد بدل ما نعطيك مصروف للأكلات الطيبة للشغلات كذا رح نخبي هذا المصروف للدكاترة لأنه ممكن كل شهر مره على الدكتور إذا أنت ما أكلت يعني هون بقى ببليش أنا بحرك منطق الطفل عقلية الطفل بصدمه بالواقع تقول ابني هيك رح يصير أنت رح تتحمل أنت رايح المدرسة كثير من الأطفال صف الأول صف الثاني بيضربوا أولاد مثلا ولد ما عجبه خبطه بتقول له حبيبي إذا ضربته بدك تهدي هدية من ألعابك ما بيكفي أنه فبيتحمل فهنا أعطاه مسؤولية يعني هل هو اللي مسؤول عن تصرفاته أنت أنا أعطيتك هذا الجهاز مثلا ولد أنا ضد تماما وهي شي علمية تحت 16 سنة أنه يتملك الطفل جهاز تحت 16 سنة تحت 16 سنة موبايل تاب أي شيء أبدا ما في تملك بتقول له هذا جهاز العائلة فيك تستعمله بغرفة بالصالة قدامنا النت أنا شايفه هذا أمور ما فيها مزح لا تقول لي شاعيته كذا مهما كان الأمر سمعين تحت 16 سنة ما في تملك جوالي وآيبادي ودخلوا معه على الحمام العفو أخذوا على غرفة النوم عبتصير بلاوي مشاكل أكيد عبتجينا كثير على يالي بلاوي من هاي الشراء فرجاء تحت 16 سنة لا تملك تملك أنه ما تقول هذا جوال هيثم أو جوال منا أبدا ممكن تقول هذا الآيباد أو أي جهاز تاني هذا للأسرة وفيك تستعمله يا هيثم لمدة ساعة أو ساعتين إذا استعملته أكتر رح ينقص من تاني يوم إذا استعملته أكتر بكتير رح ينقص من يومين ثلاثة إلى أدام يعني العواقب بدها تكون واضحة عن دولك هذه هي الحرية مثلا حرية أنه أنا أختار أصدقائي تمام ممكن هاي كمان بوجهوها الأهل أنا حر هذا صديقي يعني أنت ما تتدخل فيه كتير الأهل بيحكوا هيك كيف ممكن فعلا أحط حدوده ضوابط لهالقصة تمام أنه يختار أصدقائه طبعا هذا شأنه الخاص أكيد ولكن أنا فيني أضبط اللي بدون يجوا لعندي على البيت قالوا أنت هذور رفقاتك يعني ما أتدخل أحكي له أنه لا هذا انتبه أنت رفقاتك بتحبهم بس أنا بشوف هذا الشاب أنا ما فيني دخله على بيتي إذن هاي منطقة مسؤوليتي مثلا قال لكم أنا بدي أطلع مشوار مع مين فلان وفلان والله نتمنى بس ما منحسن نبعتك مع هذا الشخص أنت حرافه حقيقي أنا أحرمه ويروح مع أزقاء مشوار معين عدل 18 سنة صار في جامعة فما فيني أجلس أحرم خلاص هو أحر بالنهاية بس أنا علي دائما أمشي هالخطوات تبيان توضيح للطفل لأنه الفرق بينه وبينه عقلي واحد العقل واحد يمكن هو أسكى مني كبروسيسنج يعني سرعة المعالجة عنده أسرع مني الزاكر عنده ممثلي أكيد مليانة صدمات حيكونوا ماشاء الله الشباب فهني لا كبروسيس سريعين بيحسبوا بسرعة بيحفظوا بسرعة استعمالوا الأجهزة أفضل مننا اتصالا ولكن الفرق بينه وبينه خبرتي في الحياة أعلى فأنا بعطيها تبيان أول شيء التبيان والتوضيح رقم واحد اثنين الاتفاق يقول له هيك رح يصير ترى إذا جيتني بيوم الأيام هذا الولد عامل لك مشكلة أنا قلتلك أنا ما بسمح لك أهم شيء يضلون أهل عند كلمتهم أبدا أنه الأهل أحيانا بعضوا كثير أشياء أساسي جدا أن تكون صادق مع الأطفال صادق وحازم صادق وحازم وتعني ما تقول لما تقول أنا بدي ساوي هيك فعلا تساوي هيك لما الكذب لأن الأبناء بيختبروا أهلهم على فكرة يعني بيشوفوا أحيانا هل فعلا رح يسوي هيك خلاص بيحفظوا المرة الثانية أهلي هيك خلاص هيعملوا لي فحيرجعوا يغيروا رأيهم فبصيروا عارفين نقاط ضعف الأهل تمام إذن أنا لو نفزت يا جماعة يعني ممكن تقول يا دكتور حكياك حلو لكن كيف ننطبق هالخمس حاجات وهي حاجات مقننة وهي نظرية علمية تدخل ضمن نظرية الحاجات في العلاج النفسي أبرزها وأشهر العالم اللي حكى فيها هو ماسلو هرم الحاجات لماسلو طبعا اسمها الحاجات الإنسانية لو نفستها أنا عبعالج ابني كتير حاجات بتتعالج باي ذوي يعني أنت عبتعمل حب واحترام وتقدير سبحان الله الولد بيتخسن في الدقيقة الأخيرة دكتور الحرية في حال لم يتم إشباعها شو عواقبها بعدين التمرد عندي حالتين هذا كتير موجود إما التمرد يصير متمرد يبدو يحصل على حرية وغصبه عنك لأنه الله سبحانه وتعالى عطاياها الله اللي خلقه وعطيه حرية فبدو يحصل غصبه عنك أو الحالة السيئة الثانية أنا بحسها أسوأ من التمرد اللي هي الخنوع بيصير هو خاضع لك تماما يعني شخص مسيطر عليه ودائما نتذكروا الإنسان المساء له هو إنسان مسيء في المستقبل مشروع إنسان مسيء اللي بيتعرض للإساءة والإهمال هذا رح يصير مسيء في المستقبل هذه نقطة خطيرة جدا وكتير من نحن الشرسيات الأسف نواجهها بتلاحظون يعني ليش هيك عبي تصرف معي بتقول لحالك أكيد يعني تذكروا كلمتي أكيد هذا بطفولته متعرض لإساءة كتير فلذلك عبي يسيء في المستقبل تعمل خير بتلاقي منه شر بتسأل على طفولته بتلاقي أكل أكل كتير فلذلك هون نحن مشان سؤال الأخ اللي يسأل التصالح مع الطفولة أعلمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء عظيم ربي يغفر لهما وارحمهما كما رباني صغيرة يعني معلش سامحوا حلو ما نظل ندوم أهل بالنهاية ربوك صغير يعني تحملوا الحفوضتك وتحملوا أكلك وشربك معلش وغلطوا أكيد يعني الأكل قلطوا مانهم ملائكة الأمب والأمب يغلطوا ولكن غلط عن دون قصد في منهم عن قصد ولكن الآن تصالح مع طفولتك رجاء حتى ما تأزينها الآن لأنه هاي الإساءة اللي تعرضت لها رح تجينا الآن نحن حلو يعني دكتور أنت وجهت رسالتين رسالة الأولى للأهل انتبهوا على الحاجات النفسية لأولادكم الحب الاحترام التقدير المتعة والترويح والحرية حتى يكون النتاج سليم فيما بعد ولكل يعني شخص كبر وصار واعي وعارف أنه أهله أسروا بهذه الحاجات يتصالح مع طفولته ويسامح الأهل ويعرفوا أنهم قدموا له كتير لكن لو أسروا بدون قصد ويتعلم ما فينا نكسر هاي الحلقة من التربية المعيبة إلا بالتعلم بالتعلم وما يجع يتحم بولاده اكتب هذه الأشياء الحاجات الخمسة تذكرها دائما قدم الحب دائما للأطفال كل ما شفت ابنك قدم له شيء من مشاعر الحب دائما انتبه إذا أسأت له قدم اعتذارك قدر حاجات هاي يعني بشكل عملي قدر ما يفعله الطفل ويقوله قاراء المراهق طبعا دائما أحرص أنه أنا اليوم ما استمتعت معهم العاب معهم أروصهم على الأقل هيك أروصهم ضحكهم ضحك معهم كل معهم تمشى معهم آخر شيء دائما زكر حالك تكون يحسوا معك أنهم حرين عندهم خيارات يعني عندي خيار A, B, C, D يعطيهم دائما خيارات للأطفال إلا إذا شغلة خطيرة جدا ما تكون عندها خيار لأنه فيها خطر إذا فيها خطر أو اختراق قانون أو خطر على سلامتهم الجسدية تكون فيها حازم وما شكرا دكتور يعني كانت نصائح رائعة جدا بتمنى فعلا الأهل أنهم يستفيدوا منها في هذه المرحلة اللي عم نصنع فيها أجراء المستقبل شكرا دكتور مرهم الحراكة الطبيب النفسي شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معنا في حلقة اليوم واسمحونا يمكن اليوم هيك أبين شوية إرهاق في الحلقة وإن شاء الله أنا لكم بعد إجازة سأكون يعني مجازة لمدة شهر تقريبا أعود بعد شهر سأكون معكم زميدتي شيماء جلال بإذن الله كل شكرا للفريق اللي كان معنا اليوم وفي أمان الله إجازة شكرا للمشاهدة